اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب اكد ان عودة نادي باريس افسي الفرنسي بشعار فيكتوريس البحرين الى سلسلة الانتصارات يؤكد حرص اللاعبين على بذل الجهود من اجل المنافسة القوية على لقب الدوري الفرنسي للدرجة الثانية مشيدا سموه بالفوز الذي حققه الفريق على كوفرلي بهدف مقابل لا شيء في الاسبوع السادس من الدوري واوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان الفريق تعثر في مباراته في الاسبوع الخامس بتعادله الايجابي مع اكسير بهدف لكل منهما لكن اللاعبين بذلوا جهودا بارزة في مباراتهم امام كوفرلي وحققوا انتصارا مستحقا وضع الفريق في وصافة الدوري مع تبقي مبارات للفريق وسيكونوا قادرا على تحقيق الفوز والصعود الى سلم الترتيب وقال سموه حريصون على دعم الفريق بالشعار فيكتوريس البحرين ونعتز برؤية اسم المملكة في الدوري الفرنسي وهو ما يساهم في مواصلة الترويج لمملكة البحرين في المحافل الاوروبية الكبرى واشهد سموه بالمستوى المميز الذي قدمه الفريق امام كوفرلي وتحقيق الفوز متمني سموه كل التوفيق والنجاح للفريق في مباراته القادمة امام فريق جينجون يوم السبت المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر